لم تأتي قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي إلا مضادة لسلوك وتصرفات قيادات جنوبية حاولت العمل على حرف مسار جهود الشرعية في اللحظة الراهنة ولم يكن التواطؤ السياسي ضد الشرعية إلا تتويجا يقوم على خدمة الدور الإماراتي وتسويقه في الداخل والخارج اليمني باسم الجنوب تأريخا وجغرافيا أيضا ولذلك كان لابد أن لا يظل هذا الدور المشبوه يتغلغل طويلا في الجسد المثخن أصلا بالانقلابات والجماعات المسلحة ومؤخرا بكيان سياسي مدموغ بالشبهة مرة واحدة للداخل ومئات المرات للخارج يواصل الرئيس هادي المهمة بين وقت وآخر بقرارات رئاسية حيث أصدر قرارات أطاحت بثلاثة مسؤولين بارزين في السلطة المحلية بمحافظة حضر موت وشبوى وسقطرة الرسائل هادي لا تتوقف إذن وبدت هذه المرة أكثر وضوحا بشأن موقفه من المجلس الانتقالي الجنوبي الكيان الذي تشكل بعد الإطاحة بمحافظة عدن السابق عيدروس زبيدي محطات يراها الكثيرون لا تليق بالتضحيات التي خاضها ويخوضها الجنوب والشمال معا ضد الجماعة الإنقلابية بقيادة الرئيس المخلوع ترجمة نانسي قنقر